موسيقى ان شاء الله مش ندخلوه في الشابتر التاسع اللي هو الشابتر مثل وشابتر هذي بالتحديد بما يتعطيه اهمية كبرى مش نقولكم حاجة احنا الحمدلله تقريبا كل يوم عنا عبداد يوم بزحانات ساعة شخص ساعة اثنين ساعة ثلاثة ساعة اربعة ساعة خمسة ساعة عشرة في نفس اليوم اللي عادي من الدار واللي عادي من الخارج واللي عادي من تونس العاصمة في الواحد متسنترس ازترا كل واحد كيفيش جيه الامتحان ثم اسئلة يتعاودوا عند الناس الكل الناس الكل خاصة هذي كالدراك ان دروب وخاصة بعض الاسئلة اللي عنا في الامتحانات خاصة 17 18 19 ديما اي انسان يعندي لازم يقولنا يا احمد دراهو جايونا امتحان 17 18 19 خمسة اسئلة عشرة ثم شكونوا يصلوا يجوا حتى بثلاثين سؤال ثلاثين سؤال ملكات امتحانات يعني حافظها معرفة اهي فالهنا مثلا قبيلنا نقرأ في المسج مع واحدة من الابنات اللي نجحوا قاتلي جايها برشا بروكورمنت يعني الشابتر اللي عملناه الحصة الماضية جاي منه برشا في الامتحان برشا بروكورمنت ثم اللي يقول لي جاي برشا change or risk طبعا هم كيقولوا برشا برشا يحكيوا عن البرسبشن الامتحان انا نعرف اللي راهو كيقولوا برشا يقصوا من 10 الى 20 سؤال اما هم بكثت ما يتعود يظلم برشا اما انا نعرف ان راهو في الحقيقة ما هوش كله بروكورمنت ما نجمليش بيما يتعطيك امتحان كله بروكورمنت لكن لكن تكسوا في النقطة هذه فرضا البدام اللي كتبتلي اليوم الميسج قاتلي جاني برشا بروكورمنت برر انا نقول جاها 30 سؤال يحكي على بروكورمنت لانه 30 سؤال على 180 يتسمى برشا لكن هو يظهر بروكورمنت لكن في الحقيقة هو بروكورمنت بروكورمنت وقال له بروكورمنت risk ولا بروكورمنت conflict management ولا بروكورمنت change ما هو إذا حد Amen وهذا إنه حديث ح sustainability ولا بروكورمنت بارريم يسب الإ 1000% بروكورمنت وبروكورمنت性 حد Horizont تقدم سؤالي فهي في نهاية سؤالي مسؤالي ما تفعله في لا توجد نهاية الموزلة لا يوجد نهاية شهادة على الموزلة لا توجد نهاية للإجاجل والتوارع الكبير والتوارع المنطقة ولا تحصل لتشاهده فهي لا يوجد نهاية الموزلة وفي تدخل لك عندما قلنا في الامتحان يقول كله أعجل يقول لي 85% أعجل وحيبرد يمكن 85% أعجل وحيبرد عادي ومعظم الناس يقولون 85% أعجل وحيبرد لكن انتبه رأوا أعجل وحيبرد لكن فيهم الـ Other Performance Domains أو الـ Other Knowledge Areas داخلين يعني عادي يجيب لك سؤال على الريسك في وست سبرينت عادي يجيب لك سؤال على الكميونيكيشن في وست Daily Meeting توادي تقول Daily Meeting أعجل أما هو يسلفيك على الكميونيكيشن على الكميونيكيشن على الريسك على ماناجين على الوحيان على الوحيان على الوحيان أي حاجة فلأنا أنا علشي نقولكم في السؤال في النقطة هذه أنا نقولكم في النقطة هذه باش نوعيك أنت هنا تعرف ما نحكيه فقط على أولا البرسبشن إذا لم تكون نصيحة في الامتحان إذا لم تأخذ من الامتحان تقول آه هجاني كله ريسك وليس كله ريسك ويمكن 15 سؤال 20 سؤال فيهم كلمة ريسك ولا Uncertainty ولا حاجة من ريسك أما رأي تلقاه فما جينا جوانب أخرى متعلقة بالسؤال بالريسك فهمت لأنه هذا هو الجمال جمال أنت الأسل في البيم بي إجزام مع PMI فPMI عندما تسألوك 100 يعني Procurement وإن تسألوك 50 50 يعني Procurement Risk Procurement Change ولا Communication Stakeholder فهمت فهذه حاجة مزينة أنا شخصيا تعجبني أنه تمزج بين زوز Performance Domains مع Approaches مختلفين أتسطر فهمت هذه نقطة حبيت نحكي فيها إن شاء الله النقطة هذه تقعد رسخة وما تنسوا حش